الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذ الأكاديمية الوطنية للتدريب النهاردة بتستقبل السيد فؤاد بغدودة والد اللاعب أحمد فؤاد بغدودة كلنا عارفين المشكلة اللي كانت حصلت اللي كل الناس اتكلمت فيها إن الراجل رايح مع منتخبنا الوطني بطولة المفروض البطولة بتقام في تونس في مدينة الحمامات الراجل مصارع يتبع له اتحاد المصارع الرومانية والراجل خد المدالية الفضية طلع المركز الثاني الراجل يعني بعد المباراة اختفى ما ظهرش تلعو قطه كلنا عارفين القصة دي ولكن النهاردة الدكتورة رشا راغب قعدت مع والده وفهمته وعرضت عليه برنامج التدريب والتأهيل وشرحت له المهنة أو المنحة اللي أمر بها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي زي اهتمام بالنجم زي ده زي حنرعاه في كل حاجة سواء هو أو غيره في الرياضات التانية كتير ويعني الراجل يعني السيد فؤاد بغدودة والده يعني كان مبسوط جدا من القاعدة اللي عادها النهاردة وقابدى امتنانه الشديد للسيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتوجهات الفورية اللي أصدرها للأكاديمية الوطنية للتدريب على أساس ان احنا لازم الناس ديت نحتضنها ولازم الناس ديت نرعاها وهي ديت السياسة وهي دي المسيج السيد الرئيس بيبعتها لنا بقاله فترة من ساعة ما جاء من أبسط حاجة من ركوب العجل مع الشباب مع يلا نشوف المواهب فين مع على سبيل المثال برنامج الكابيتانو أو كابيتانو مصر اللي شفناه وشفناه فأول مواهب أول مواهب وفترة وليلا جدا حتشوفوا كابيتانو مصر في الموسم التاني حيبقى عامل ازاي العملية مش عملية كرة بس انت هنا بتلعبتانو كابيتانو مصر كرة انت هنا بتعالى نعمل الرجل ده خد منحة تدريب وتأهيل تدرب وتآهل علشان في الآخر أصنع بطل قاعد أصرف عليه كدولة علشان أربي من البداية بطل يطلع بطل بطل حقيقي من بدري يطلع بطل حقيقي بدل ما احنا يعني ساعات ناس ما عملتش أي حاجة وكل واحد عامل فيها بطل لا انا اطلع واشتغل على الناس دهية وتعليمات سيدات الرئيس قايمة على الحاجات دهية الدولة مهتمة بالرياضة بشكل كبير بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر